لو هنتكلم على ناشئين ممكن ناشئ يكون عنده فرصة موجودة في دولة من دول شمال أفريقيا ممكن كمان أسعار اللعيبة اللي موجودة حاليا في مصر أو في شمال أفريقيا إنه هو يبدأ الأسعار تتضبط شوية ممكن يكون السوق في مصر الأسعار زيدة جدا ممكن يتم الاستعانة بلعيبة موجودين في تونس المغرب الجزائر ليبيا وبالتالي ممكن الأسعار تكون أقل من مصر وبالتالي يتم الاستعانة فنلاقي الأسعار بدأت تنزل أو بعض الأندية ما تبلغش في المطالب المادية بعض الشيء في مصر ده بالنسبة للموضوع الأول أو القضية المهمة الأولى في الشارع الكروي المصري وقفلناها بمدخلة من اتحاد كرة القدم الجزائر نروح للموضوع الثاني الموضوع الخاص بمجلة فرانس فوتبول وهو البالون دور الخاص بعام 2018 واختيار 30 لاعب من ضمنهم اللاعب المصري المتقلق محمد صلاح ليكون موجود ضمن أفضل 30 لاعب تم اختيارهم من قبل صحفيين رياضيين حشرح بقى لحضراتكم وهنقول لحضراتكم إزاي إزاي بنختار أو إزاي بيتم اختيار أفضل لاعب في العالم من قبل الفرانس فوتبول اللي بتسلم جايزة البالون دور اللي قدام حضراتكم دول قايمة 30 لاعب اللي حصل إن الفيفا وفرانس فوتبول كانوا مع بعض في جايزة واحدة لها علاقة بالبالون دور لكن بيتم اختيار أفضل لاعب عن طريق أربع اتجاهات 25% كبات المنتخبات 25% عن طريق المدربين للمنتخبات 25% صحفيين 25% عن طريق تصويت الجمهور من سنتين انفصلت الفيفا أو انفصلت فرانس فوتبول عن الفيفا وبالتالي كل واحد بقى ليه جايزة الفيفا عمل جايزة خاصة اسمها دا بست فرانس فوتبول عمل جايزة خاصة بيها وهي البالون دور زي ما هي المسمى حتى واضح إنه هو مسمى فرنسي وبالتالي فرانس فوتبول لسه مسيطرة على شكل الكرة الذهبية بالمسمى بكل حاجة موجودة الحاجة المختلفة بس اللي موجودة في فرانس فوتبول إزاي بيتم اختيار أفضل لاعب في العالم أول حاجة طبعا فرانس فوتبول أو كل ما يتم إذاعته إنه بيكون فيه كبات كرة قدم أو لعبة كرة قدم أو تصويت على الموقع دا بيأثر فيه اختيار اللاعب الأفضل في العالم الكلام دا كله عارض تماما من الصحة والكلام دا مش موجود كله كلام موجود فقط على مواقع التواصل الاجتماعي علشان يزيد من عدد الترافيك وانتوا فاهمين طبعا أنه كل واحد أو كل موقع عايز أكبر عدد من الزوار اللي موجودين على موقعه وكله بينتهز المناسبة الجيدة علشان دا يحصل لكن اللي بيتم أو إزاي بيتم اختيار أفضل لاعب في العالم بيكون فيه 176 صحفي من جميع دول العالم بيتم اختيارهم من قبل فرانس فوتبول وهي الجريدة الأعرق في فرنسا والأقدم من حيث اختيار أفضل لاعب في العالم اللعيبة دي المي 76 صحفي بيكون ليهم حق التصويت على خمس لعيبة يعني فيه في الآخر بعد التلاتين لعب بيتم اختيار خمسة أو باللغة الكرة بيصف صفوا على خمس لعيبة خمس لعيبة دول المي 76 صحفي ليهم حق التصويت في الأول والتاني والتالت والرابع والخامس بمعنى أن أنا عندي مثلا محمد صلاح موجود رونالدو ميسي أنا بقول لحضراتكم أي أسامي جريزما نيمار فكل واحد بيتم تصنيف أفضل لاعب من الأول للخامس الأول بيكون لي نقاط التاني بيكون لي نقاط التالت بيكون لي نقاط الرابع والخامس هقول لحضراتكم دلوقتي الأول عنده ست نقاط التاني أربع نقاط التالت تلات نقاط الرابع نقطتين والخامس نقطة واحدة يبدأ بعد ما 176 صحفي يعملوا تصويت على الخامس لعيب اللي هم بيختاروهم بيجمعوا لكل لاعب من الخمسة عدد النقاط اللي حصلوا عليهم من التصويت للصحفيين بعد ما يتم التجميع خلاص حصل مثلا عندنا ان الاول والتاني متسويين في عدد النقاط مثلا لكن ده يعني ما اعتقدش انه هو بيحصل لكن لو حصل ايه اللي يحصل بيتم مراجعة كل صحفي او كل لاعب واخد كم مرة عدد مركز اول في التصويت يعني مثلا محمد صلاح ورونالدو كل واحد اخد 100 نقطة نشوف محمد صلاح اخد كم مرة مركز اول ورونالدو اخد كم مرة اخد مركز اول في تصويت الصحفيين طيب تساوه نعمل كده في المركز التاني نشوف كم واحد فيهم واخد مركز تاني تساوي التالت لو حصل تساوي في التالت نبدأ أن إحنا نروح لتصويت يعني بيتم فتح باب جديد من التصويت على الاتنين لعيبة من 176 صحفي يبقى بدل مكان ما كنا بنصوت على خمس لعيبة هيبدأ التصويت على اتنين لعيبة علشان نختار فيهم مين أفضل لعب في العالم طيب المعايير اللي الصحفيين بيختاروا عليها بنان على إيه ممكن صحفي يكون ما بيحبش محمد صلاح وبيحب رونالدو فيتم تساويت لرونالدو فيه تلت معايير مهمين جدا جدا ليه كل صحفي عشان يختار من خلاله مين هو الأفضل في العالم أو مين هو الأفضل سواء أول أو تاني أو تالت أو رابع أو خمس أول حاجة مجمل الأداء اللي بيقدمه اللاعب خلال العام يعني عام 2018 كله أبدأ ده نقيم اللاعب من خلاله تاني حاجة فئة اللاعب والفئة اللاعب أنا بتكلم على الموهبة واللعب النظيف يعني ما ينفعش اللاعب يكون لاعب مؤذي لاعب ما عندوش سلوكيات ما عندوش أخلاقيات أخطر لكن فئة اللاعب بنتكلم على الموهبة وبتكلم على اللاعب الفير بلاي اللاعب النظيف دول الشقيين مهمين جدا في البند التاني من الثلاث بنود المهمين جدا الخاصين باختيار أفضل الأفضل في العالم أما الاختيار الثالث بيكون مسيرة اللاعب أوفر أول اللاعب في مسيرته القروية عمل فيها إيه يعني إزاي أثر مع فريقه إزاي كان مهم إزاي قدر أنه هو يقود فريقه لصعود لدوري الأبطال في نهاية الدوري إزاي صعب فريقه لنهاية دوري الأبطال إزاي كسب بفريقه تشامبينز ليج المرة الثالثة على التوالي بتكلم على رونالدو بتكلم على مودريتش فكل الكلام ده كله ده خاص بجلة فرانس فوتبول اللي أنا شايفها من وجهة نظري أفضل من اختيارات الفيفا علشان زي ما أنا قلته وأفضل لعيد وزيد إن اختيار لوكا مودريتش واجبت لحضراتكم بالأرقام علشان اللي بيسمعني دلوقتي ما يقولش إن أنا إزاي بتقول كده لكن أنا شايف إن اختيار مودريتش اختيار غير عادل تماما من الفيفا وكان يستحق على سبيل المثال وجود رونالدو وصلاح هم اللي اتنين يتم اختيار لاعب منهم الأفضل اللي اتنين حققين أرقام قياسية سواء مع فرقهم أو على المستوى الشخصي وبالتالي أنا شايف إن فرانس فوتبول هتكون جايزة إلى حد ما فيها بعض العدل والشفافية بقول بعض العدل مش كل العدل عشان ما فيش حاجة أو ما فيش حاجة بتكون كاملة 100% كده خلاصة مع حضركم خبر البالوندول والفرانس فوتبول ونروح لأخبار عنك منا المصري محمد صلاح لاعب اللي أول لاعب عربي مصري في تاريخ كرة القدم يتم ترشيحه إلى كل الجوائز اللي موجودة أو اللي بيتم ترشيح فيها لعيبة في كل المستويات يعني محمد صلاح أفضل لاعب تم ترشيحه لأفضل لاعب في أوروبا وحصل على المركز التالي تم ترشيحه إلى أفضل لاعب في ذا باست أو حفل اختيار الأفضل من قبل الفيفا وتم حصوله على المركز التالت وأخيرا حصوله على المركز أو دخوله ضمن أفضل 30 لاعب من فرانس فوتبول البالوندول وبالتالي محمد صلاح هو أول لاعب عربي وأفريقي ومصري يترشح لجميع الجوائز الفردية في موسم واحد هنبدأ معكم بصلاح أن محمد صلاح نجمينا المصري بيغيب عن مران المنتخب اليوم لتأخر وصوله محمد صلاح هيوصل مساء اليوم بدل ما كان يوصل الأمس وده لظروف خاصة به بعد ما تم تنصيق الوصول مع اتحاد كرة القدم ومع المدير الفني مصر أجاري وبالتالي محمد صلاح هيكون موجود إن شاء الله في تدريب المنتخب بكرة بعون الله والمنتخب طبعا بدأ معسكره مبارح بمشاركة 23 لاعب وبيستعد لمبارتين سوازيلاند يوم 12 و 16 أكتوبر الجاري بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 وقلنا لحضركم إن محمد صلاح أول لاعب عربي وأفريقي يترشح لجميع الجوائز الفردية في موسم واحد عايزة أقول لحضركم قيدة قصص كان جريدة تايمز وجريدة ديلي ميل فجروا بعض المفاجآت الخاصة بمحمد صلاح وبعض السيناريوهات اللي محدش كان يعرفها قبل ما محمد صلاح ينتقل إلى فريق ليفر بول نبدأ معكم به تايمز وقصة يعني مشوقة وقصة تتكلم على إن محمد صلاح كان على بعد خطوات من الانتقال إلى نادي أرسنال الإنجليزي في عام 2017 ده نفس العام اللي انتقل فيه محمد صلاح إلى نادي ليفر بول وقسر الدنيا وحصل على أفضل أف الدوري الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي لكن نادي أرسنال تخيلوا حضراتكم كالعادة وككل عادة أرسنال بيفشل في التعاقب مع محمد صلاح بسبب أنه شايف نادي روما طلب طلبات مادية مبالغ فيها وأكيد طبعا يعني هنكمل مع حضراتكم في الجزء الخاص بالدليمي